تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمية وفي هذا الإطار تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 472 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم عضبط قرابة 80 طن كما تم عضبط أكثر من 29 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم عضبط 659 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص للوزن و99 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 250 طن ترجمة نانسي قنقر